الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهنئكم أولا ونهنئ الإخوة الذين تزوجوا الأخ أنس والأخ الياقود وجميع أزواج المسلمين وهذه المناسبة العظيمة قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومناسبات الزواج في بلادنا هذه أسأل الله يصلحها تعتريها كثير من المخالفات التي لا نراها الحمد لله في هذا الزواج ومن هذه المخالفات أنهم يأتون بالمغنين وبالفنانين ويجمعون بين الشباب والفتيات ويتمايلون ويتراقصون ويصور بعضهم بعضا وهكذا مما يسر به شياطين الإنس والجن ويحزن له الأخيار وقد قال الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين في تفسير ابن كثير له الحديث هو الغناء وقال الله جل وعلا مخاطبا الشيطان ومتكلبا ورادا عليه أو مبينا شره واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صوت الشيطان كما قال ابن جرير نقلا عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه صوت الشيطان هو الغناء وكل كلام يدعو إلى معصية أو فاحشة وقد أجمع الأئمة الأربعة على النهي عن الغناء كما في غاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى إمام مالك والشافع وأبو حنيف وأحمد قالوا بالنهي عن استماع الأغاني وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه قال يا ابن عباس ما تقول في الغناء الغنى ذا حلال ولا حرام قال يا هذا أرأيت لو أن القيامة قامت وجيء بالحق والباطل مع أيهما يكون الغناء الغنى ذا بكم مع الحق مع القرآن والسنة والتسبيح والخير ولكم مع الباطل واللغو والشر قال مع الباطل قال قم فقد أفتيت نفسك وزي ما ذكرته في بداية الكلام كثير من المناسبات بخالطوها يقول الله نعم عليه يا أخي شباب يا أخي ما وغايت نشوف حياتنا وما لاقي الزوج وده الله ينعم عليه الزواج يتهيه عليه والقال زول ذكران ولا ديتك بيت وما ذهر منك شي وهوك وزول ماسك بيته صح في النهاية يزوج له بدل يفرح ويشكر الله على النعمة دي تلقاه أنا ما يعرف ذاته عندهم حاجات غريبة جدا وأنا والله أي يزول يجيب فنان يرقص البنات والأولاد ده بشك في رجولته لأنه الغيور لا يرضى لا يرضى يا أخواتي أخو بناتها جيب أولاد غربساي ولا قرائب تراقصوا معاهم دي رجال ذات تناقصة هو الديك يا أخي الديك خليه البشر الديك بتلقى في القفص معه عشرين جدادة لو دخل ديك تاني ستحصل معركة إلا يجيباه في الحدث ولا الجزيرة ولا العربية دي معركة تقيلة ديك ما يرضى معاه ديك تاني ده ذالقى البنات يتراقصا وتمايلا ويصورون ويرفعون ودي أختها دي مرفوعة في اليوتيوب وده دي بيت ودي والجماعة ينظروا وخاتين العريس والعروس في حاجة يسمى الكوشة وصدقوا صدقوا في الكلام ده كوشة وده العريس ودي العروس والجماعة أصحابه ويجوا وذوله في إضنه الله ما شاء الله عزال عزال بالتيخة عزال بتعشنوا تلعب تجابك تستورة تمر البيت بتلقاه في بيت مستورة دي الزوجة يعقد عليها بالنهار على كتاب الله وسنة رسول الله ده المازوم في الجامع في الجامع ممت مغرب الواطلة في كتاب لا في سنة في ردم تقيل ولخبة وبلبلة ويجوا الفنانين يبكوا في الشباب يا أخي ولهيب الشوق ورحل الغمام وجواه نغم نغم التورقان جواك نغم وين كل لخبة ساي وبلبلة وشباب قائمين وقاعدين ورقيص ذلك جماعة الإنسان كون عنده غير والإنسان زواجه ذي البنيان والبنيان تمتن الله سبحانه وتعالى قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفاة جرف انهار فانهار به في نار جهنم أشكيحنا قصدنا المناسبة بدعوة يعني من دعانا كهؤلاء حافظهم الله تعالى العريس وغيره قصدنا نقدم فيه خير وأعظم خير يا جماعة نقدم لأهلنا وأعظم خير نقدم للناس دعوتهم إلى الله تعالى يا مع أي شيء أي خير في الدنيا والآخر عند الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك شنو الخير الخير عند الله سبحانه وتعالى وطالما الخير عند الله نحن بندعو الناس يتوجه لأله سبحانه وتعالى وأله جل وعلا هل خلقنا وهل رزقنا وهو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا وإن طالت الدنيا ولا قصرت بيجي يوم بن الجندل يعني بشيلونا في العناجريب وبننتقل من الدنيا دي والزول في الحياة دي بمر بمراحل قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال الليلة طفل بكرة شاب بعد بكرة تخش في موضوع الزواج بعد بكرة تخش في موضوع الولادة والدلق جنة وجنين وثلاثة واربعة بعد شوية تعجز تمشي رطوبة وجع كرعين وجع راس بعد شوية تنترم تبقى مارك ما بشي ودي الحقيقة دي في النهاية تبتمشنه بمراحل طيب إنت في المراحل دي لازم تقدم الخير لازم تقدم الخير عشان تلقاه بعدين قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بئيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وأعظم خير العقيدة الصحيحة ده أعظم شيء ودج بيو القرآن ودج بيو السنة أشكد أقرأ في الكتاب في كتاب الله بتلقى طيرة طيرة الله جاب في القرآن لأن عندها موقف في العقيدة والتوحيد قال الله تعالى في سورة النمل وتفقد الطيرة سليمان عليه السلام الله دهه ملك عظيم وبعدين من الملك بتاعه الله سخر له والجن والإنس والطير والريح شيء كثير جدا ملك عجيب جدا قال وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين بعدين ذكر ثلاثة أشياء قال الهدهد ما لهم ما جاء لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين هي بلحجة تكون واضحة وحجة قوية فمكث غير بعيد الهدهد جراجع شو الهدهد دقال جنو دي طيرة طيرة والطيرة دي لما انصدعت بالتوحيد وكان عندها غيرة إذا صح التعبير على الدين الله يهب في القرآن فقال أي الهدهد لسليمان عليه السلام أحطوا بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأي يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم عليكم الله جماعة ركزوا معاي في القصة دي الهدهد جراجع وسأل أو قال لي سليمان عليه السلام مش سأل قال لي سليمان عليه السلام أحط أحط بما لم تحط به يعني يا سليمان عليه السلام أنا عندي خبر إتا شنو انت ما عندك ودي أول فايدة إنه الغيب ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى لأنه دي نبي سليمان عليه السلام نبي لو كان بيعلم الغيب كان قال لي هو هدود إتا شنو أحط بما لم أحط به أنا انت ما مشيت كذي وجيت راجع وكذي وقبل الفتش وملقوا معنا ما بيعلم الغيب ودرد على الناس اللي في زمن ما بيرضوا الكلام ذا أنا عارف ونهم ما بيرضوا لكن نحن والله يماعان نقول البرض يا الله سبحانه وتعالى وخايفين عليهم واللي نبزونا عافين لهم وبعد نمر كذي اللي نبزونا التب عرضنا لوجه الله الله يجمعنا في الجنة ويجعلنا وياه نقبل الحق ونعمل به وكذا وكذا الهدهد قال لي سليمان أحط بما لم تحط به يعني أنا عندي خبر ات ما عندك وده يوريك إن الغيب ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى وده القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله في كلامه وضح من ده هم بيقول لك يا مولانا هم الزلداء بيقول لك كبير والله أطلع على الغيب هو بقول لك الله أزين ليه صح ولا ما صح ولك الله أزين ليه الله ما بيئزن فيدي ليه ما بيئزن لأنه قال وين قال قال في سورة آل عمران قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب مش كلام ده واضح يعني قال لك الله ما بيطلعكم على الغيب ما يخش يقزول تمش ليه يقول لك أنت عندك غنماية رايحة آي ويجر ليه وحاجات كده ويولع ليه وبخور وبلاوي يدوك فيك مقلب يقول لك غنمايتك بتجي بعد يومين وأمش الكوشة الفلانية بتلقى الغنماية وإنتا تقوم تمش الكوشة تلقى الغنماية تصدق طوال تقوله والله الفاكيدا ده شغله خطير كهربته العالية بتحركتش بتحركتش وشغله خطير خطير كيف كيف خطير يا جماعة إذا كان الله سبحانه وتعالى في القرآن بيقول جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أفضل الملائكة والذين يا جماعة يفضل الملائكة قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إذا كان ملائكة زي جبريل وميكايل وإسرافيل عليه السلام ما بيعلموا الغيب كيف يكون الأولي بيعلموا الغيب وإذا كان أنبياء زي موسى عليه السلام الخضر عليه السلام يقول له وكيف تصبر على ما لم تحض به خبرى وإذا كان أنبياء زي إبراهيم عليه السلام بجوة الملائكة في شكل بشر بيجوب زوروه طوال بجر لأهله زي صحة التعبير بجر لأهله ويمشلون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون إنتم ما لكم ابتأكلوا أكلوا فأوجس منهم خيفة الأوجس منهم خيفة ذمن إبراهيم عليه السلام وأوجس من شنو من 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 الملائكة لأنهم جووا في شكل بشر لمن شافوا ما أكلوا دعجب منهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بشروه بإسحاق عليه السلام لأنه عليم في القرآن إسحاق وحليم إسماعيل فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك دمين الله سبحانه وتعالى وجماع الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال عنه في القرآن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ذا في سورة الأنعام وقال له في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء فما بزول أجماعة بعلم الغيب كثير من نسواننا اللهم رحم الله يمشوا للدجالين وللفكية وقال لهم نشوفوا لهم الدهب راح والغنماء راحت والقروش ملقينا وكذي أقول لنا الشغلة دي وقال له كذي الكورة يجيبوا الكورة فيها موية واحد سوى مناظرة في رفاعة رفاعة هنا في الجزيرة بلدنا بعدين سوى مناظرة مع واحد ده قال أنا بحوط وأنا بعرف الحرامي قام بدعرفه كيف قال بخد كورة فيها موية ويتشوف الحرامي في الكورة قال له الحرامي في الكورة ده اللي نشوف ده بقطع براوة ما عليش طيب قال له الحرامي في الكورة ده ده حرامي جد جد ولا خيال يعني يعني الكورة دي فيها موية الحرامي اللي أنا شايفه ده كان قبطوا بمسكو ولا ده خيال سايف كان قبطوا بالقماف ما هو طبعا ده عصر هنا لأنه في حرامي قدور كورة الحرامي واللفار حرامي عديل الشاف فيه كورة قال له واحد من اثنين يا الحرامي ده حقيقي طلعوا لين أسي ملتوا طلعوا يا خيال وقال له خيال ده سحر لأنه قال خيجل إليه من سحرهم أنها تسعى شافة تسعى ويما بتسعى العصي والحبال وكذا وكذا فالزول انترموا انجرموا بيقى مارك طوالي وما عنده حجة وأي زول يقول لك بعلم الغيب قل ليه أفضل يتولى الأنبياء وأي زول يقول لك الزول بعد يموت لو نادوه بيسمع قل ليه أفضل يتولى الأنبياء طبعا يقول لك أفضل الأنبياء قل ليه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يوم يجمع الله الرسل قل له أنا الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يعني يا رسل إنت بعد مدت الحصل وراكم شنو قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فذي مع مسألة من المسائل المسألة الثانية مسألة الدعاء واللجوء والافتقار لا بد يكون لله وحده لا شريك لا وده من التوحيد وده لب التوحيد إنك إت في الكرب وفي الشدائد وفي المصائب تلجأ لأله وحده لا شريك له أشكي رب العزة والجلال قال في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وألا جل وعلا قال في القرآن عليك الله اسمع على يد قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ملح أجاج ما بتشرب وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل من البحر الطاعم والمالح ومن كل تأكلون لحما طرية له السمك كمثال السمك وتستغرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر شوف النعم دي ثلاثة سمك يتصادوا وتأكلوا استفدت منه وتأهد تأهد قال لك فيه جواهر في البحر ده جواهر تمروكه تبيعة استفد منه والنسوان البزنة وفوق في الفلك السفن بتجر في البحر قالوا من كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ده كل الله عمل شيء ده كل الله سبحانه وتعالى عمل انت اشكر انت اشكر الله جل وعلا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه البتنادون غير الله سبحانه وتعالى وينما قال الاصنام ما بعض الناس ولك الشرك وآيات المشركين ويتب تنزلوها في ناس مسلمين ودي نزلت في الاصنام لا ما في الاصنام ما خاصة بالاصنام كما سيأتي البيان ان شاء الله تعالى في نصوص للبشر عديل بشر ناس بناد بشر عديل كريم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في البخاري هؤلاء اسمه خمسة رجال صالحين ناس بناد الصالحين ويفلان الحقنا ويفلان أفزعنا مسولين ونجونا وفلان واقع في مصيفة ذاته فلان ده ذاته في مصيفة وفلان مات الزولة الميت ده جماعة واقع في مصيفة لأنه الله جل وعلا قال في سورة المائدة إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الموت مصيبة والزولة مات يبقى هو واقع في مصيبة وبعد يموت يخدتوا فيه عن قريب عن قريب ويجردوا ثيابه ده الميت ده ويجيبوا ثلاثة جرادل جرد الموية وصدر وكافور ويجيبوا يجيبوا المقص قطعوا الشنب بشيلوا بره وما بعارب إيه ولا ضافرين بره ويضفروا ويقلبوا ويجيبوا يمسكوا من ضهر ومن وراء فوق هنا ويرفعوا زي الدار قاعدوا يضغطوا بطنه واتحي ويغسلوه ويطيبوه ثلاثة جرادل يغسلوه ويجيبوا ثلاثة قطع زي الملاية يكفنوه خدوا القطع وفوق ليه القطع اللول والتاني والتالت وبعد يكفنوه يربطوه ثلاثة رباطات قال للرأس هناك واحد وقال الكرعين واحد واحد في النص ويشيلوه فوق برش وفوق عنقريب ده دول بتحرك وميت وبعد شالوه بل عنقريب ودوا المقابر وحفروا المطمورة وحفروا ودى اللحد ويدخلوا جوه القبر ويجيبوا اللبين فوق طاق 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 ويجيبوا طين الزلا ويجيبوا وتراب فوق ليو والجماعة يقولوا الله يرحموا الزلا زمان الزلا مات الزلا الميت انت بتدعو ليه بالرحمة ولا هو بيدعو ليك كذب الراحة كان الزلا الميت ده انت بتدعو ليه ولا هو بيدعو ليك انت اللي بتدعو ليه لانو انت عندك فرصة لها سروحك دي في جسدك وهو فرصة انتهت في الدنيا انقطع عمله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بيا ولد صالح يدعو له بعد دفنوا ايما الدفنوا زاتوا الاربعة اركبوا الحافلة ولا البوكسي يبجوا جنب الترع دارين انقلبوا ينادوا واندفنوا دفنتوا منه ولو زول بتحرك كذب تدفنوا كذي لو زول براحة كذب بتحرك والزول اللي برا في حنقرية كذب تصلح عليه تدعو له بالرحمة بنوا الناس والله يما عاشي مؤلم شديد جدا لا نزول لو مشى بيت وزير بيت وزير من الوزراء ولا رئيس تلقاه دخلو الدوان بتاع الرئيس والوزير والحرس واقف والتأتشارات تلقى ساكد ساي وما بشاكل يقول لك نحن ناسي في بيت ساعاته الوزير وهنا يخلينا هادين كذب نتحاسب بعد نمره كبره لو شاف لزول بيعكره ولا أصبر نحن ناسي في بيت الوزير ماذا نسوي جوطة يقوم يدخلون محل شمس ما فيه كذب أصبر لما النمره كبره يعني في بيت الوزير بيحترم نفسه تمشي بيت الله بيت الله الله سبحانه وتعالى بيته مسجده المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله تاقيف تشرح لا إله إلا الله المؤذن بيجور عكازه وبيديك عكازه أيتك بيلا لقبتها في الماكروفون ذي جنو مش لا إله إلا الله ذا انه شرحه لا إله الله معنى جنو معنى لا معبودة بحق إلا الله معنى في الشدائع ننادي كم انتب تقول لا إله إلا الله معنى الله واحد معناه في الشدائد والقرب ننادي كم ننادي الله براه مما تقول ننادي الله براه ومن ننادي المشايخ يقول لك اه ها او عاكم تصلوا ناس نديل وما نبزون ناسك ده ما نبز الكلام ده ما نبز والدليل على انه ما نبز انه ابو بكر الصديق قال من كان يعبد محمدا فان محمدا شنو الوكد داك الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفنه الوكد داك النبي عليه الصلاة والسلام ما دفنه في سريره صلى الله عليه وسلم مغطى وجهه مغطى صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وابوكر دخل عليه وكشف وشه وقبله بين عينيه وقال طب تحيا وميت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الى ان خرج فقال ايها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتل الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين الصحابة عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات قال الراوي فأخذ الناس يتلونها في الطرقات الآية دي وما شو ما في صحابة واحد قال له يا أبو وكر أوعد قل مات وأوعى تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وما تشتم الأنبياء لأنه ده مانة بس يعني قال له من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أعبد الله براه ما تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في صحابة قال له كلامه خلط ولا شاكله حتى عمر رضي الله عنه قال بيقول ما مات لما نبو وكر رضي الله عنه تل الآية سقط السيف من يده وعلم أنه قد مات قال كأنه أنزلت الآن الآية دي ومشأ عليك دي هس يمشي مسجد من المساجد قل لنا جماعة البعبد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول مات في عينه لك والبعبد الله الله حي ما مات بعينه لك دي وبتبدأ يدين أنت الشمط قل لنا البعبد الشيوخ والفكية الشيوخ ماتوا والبعبد الله الله حي مبموت كاما واحد جلعك بعكاز والتاني لححكك المركوب والتالي جدعك بغادي وهابيه يجيطوا من وين هذاIl ما في وهابيه ولا فى أنصارسونة دي كله هم ساي ما في حاجة في الدين يسمى صوفية ولا في حاجة يسمى وهابيه ولا في حاجة يسمى أنصارسونة ولا في حاجة دي كله طواف جاءبوا الناس في حاجة يسمى إسلام إن الدين عند الله الاسلام والإسلام ده بخليك أرجل زول ماشي على وجه الأرض شفت الإسلام ده بخليك إنت لمن تمش لابتخاف من فكه لابتخاف من قبة لابتخاف من تراب لابتخاف من حجاب لابتخاف من بشر ولابتخاف من شياطين ولا جن ولابتعلق لك حاجة تغذل تلقى سيجل لوري لوري يا أمة لوري بلفه بيده أحده تلقاه معضل ويشرب خمسة لمن وذو يندهك بنية يمكن ما تلحقتي الشاهد ذاته إلا يا شاه ربي شيء اكتم نفسك وبعد ده بعد عاتك دي تلقى معلق لحاجة قدر الجندبة في يده دي شنو يا مسلم والعامل مسلم والله يقول لك ده حجاب حجاب من شنو والله من العقرب قلت العقرب بتسوي لك أقطع الشغل ده أقطع حجاب بتاع شنو واحد تلقى ضعيف ضعيف وعمق عجوز تلقاه تسعين سنة وماشي يتوكى على عكازه تلقى لا تهب شهنا ما في حجاب رقبته ما في شيء يا حاجة تلحاميك منو لك يا زول انت ما عارف الحامين منو انت ما عارف البحفظنا منو فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين عليك الله راجل راجل البيتعلق بي الله واعتمد عليه الله ولا اللي بيعتمد على الشغل ده راجل ياته وده أخي وأوه عاي يقول ليك أنا ما معتمد عليه كذاب أي زول معلق لحجاب ولا كمون والله ما معتمد عليه الله والله معتمد على حجابه ده والدليل شنو الدليل قل ليه أقطعه بيقطعه بخده في الطربيزة دي قل ليه الله شيل العقرب قل لك لا 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 تقنا قل ليه ألبسه بلبسه قل ليه شيل العقرب بيبيت يده طوالي ده معتمد على منه لو معتمد عليه الله قبل ما شال العقرب ليه والله قبل ما شال ليه يا غزول يكون عقيته في الله تمام يا أخ يا أخ والله الأرض فيه رجال الله خلق زول بيرفع يده كذي بس يده بيرفع لي الله السماء بتفتح والأرض بتتفتح بس يده بس قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ثلاثة كلمات أني مغلوب فانتصر الله سبحانه وتعالى قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تأخفي ناس عيوا في الحياة دي ميرضوا وسألوا الله بعد سنوات طويلة زي أيوب عليه السلام قالوا طلط طاجر سنة وبعضهم قال طمان طاجر سنة مريض تخيل زول عيان مش طمان طاجر شهر سنوات والناس يجوا يزوروا ويمشوا بعد شوية يبقوا نفرين يجوا يزوروا ويمشوا بعد شوية في النهاية دعى الله سبحانه وتعالى وعيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ونحن والله دعوتنا والله ما عندنا غير دارين نجي نقول للناس يدعلقوا بأرحم الراحمين والبشر ديل ما عندهم شي يا جماعة الله قال في القرآن يا أيها الناس الشيوخ والأولية من الناس ولا ما من الناس مش من الناس الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس قل لكم كذلك أها أنتم الفقراء إلى الله إتوا فقراء قال ليون والله هو الغني الحميد الله غني وإتوا فقراء الزول المحتاج بمش للفقير ولا للغني كذب الراحة كذلك هس أنا عندي أخواني اتنين اتنين أخوان أخواني أخواني ذا أخواني دا أخوان أخواني اتنين أخواني دا لابس قميص دا عنده دكان دكان بس بخالة وبيته جالوس بيته جالوس طين والباب ذاته كان جا هوى شديد بيخوش معا هنا المدبخة الباب ذاته بيلحقهم بيغادر وحالته بالبلاء أخونا ذا بساعة والجنب دا برضو أخوي لكن وزير وعربات داخلة وعربات مارقة وضوق وحاجات لابس كيف وعمم كيف ودوم كيف ومرطب ترطيبة جديدة وانا مطالب ما اسكني داري ودوني السجن قال لي الديناء كفرصة يوم واحد بمش أشيل قروش من أبجالوس ولا بجي للوزير براحة كاته هم اللتنين أخواني بمش لياتو مش للوزير أهال الله قال لك البشر ديل چت أبجالوس قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم مش بشر فقراء إلى الله زي بجالوس والغني منه والله الغني الحميد إيشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إنت دمش للغني الله عنده الرزق ماف شيخ عنده رزق ماف ودي ذاته الشيوغل بيكتبوا الحجبات يقول لك ده حجاب رزق تلقى مفلس هو ذاته يقول لك ده حجاب رزق وهو ببيع في الحجبات تحت راكوبة أنا ما لقيت بتاع حجبات عنده حمارة كلهم بتاع الرواكب ما جبتهم تلقى قاعد في الوقت وخادت له شوال وبارك في شوال وخادت له قصبات بإجاهي وبرطمانية فيها حاجات بإجاهي وخادت له صحن وخادت له هناك وغوك وقش وحاجات واحد من أصحابنا ديل قال مرة لقيت فكي خادت حاجات زي دي قال خليته لما نغفل بإجاهي زول بيشغل فيه قال شلت لي قصبه صغير عود صغير قال رميت له فينو صحاجاته رميت له بعدين خليته منشغل بيزوله بإجاهي بعد شوالة من انتبه عليه قال لي هاو التداري شنو قلت له العود ده قال العود رميته أنا زاتي العود ده حق شنو العود ده حق شنو قال عين لك دي ما جديد العود عليهم والله ده حق نزلة نزلة قال لي وانزل تحت نزلة وده خطيته أنا قال لي يا زول قال لي بطل اللقبت نزلة بتاع شنو ورميته أنا زاتي نزلة بتاع شنو ما في عود بتاع نزلة ولا فينا الناس زي شفت كتاب الله ده الله نزلوا عشان الناس تعمل به قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا له الألباب هم قطعوه عملوا حجبات وعملوا حراسات كذب ساي ما في الأرض حاجة يسمى حراسات صدق كله كذب ساي ولك الطفل تلقمع اللي قين فيه كمون والشنو واحد في بزبت في الغرب الغرب على أين في بزبت مشينا هناك بزبت ومنا مشينا تاني الفولة لقينا واحد من بزبت اسمه أبراهيم وج صغير شاب لابس بانطلون وقميز بعدين بتونس معاي قال لي والله عند صاحبه عنده موتر اشتري جديد كرت ومتكيف من موتره ده قال قام جاب له كمون جاب له كمون ورقة ربط الكمون في الموتر قال عشان يحفظه هو الخواج الصنع الموتر ما زوله كمون بيبقى مارك ده زوله وشنو قال الغنماء جاء تلافة الغنماء جاءت ماشا تعاين في الموتر في النهاية شافت الكمون الغنماء جاءنا قال لما في الكمون جاءته أكلته لأكت الكمون ده بيبقى مارك فيه قلت لذا الخاتنه يحفظ نفسه ما حفظه قال لما جاءته شكرا لأنا كان حاضرة كانت ديتموستين والله قال لما أكلت الكمون بيبقى ماركا قال لما ذاته أفهم من نون والله اللذي لا إلى غيره يا جماعة زول طفل عليك الله طفل في بطنمه دي 9 شهور اللوم توحم في شطة خدرة تشلاء لجمة بتاع الشطة خدرة تبلع نص الليل تقوم تاكل في الشطة الخدرة والطفل جوه الشطة دي ما خش تلافي عيونه لذب الراحك جوه ده والغريبة بتقوم بتخدم المرة ده في المدبخ بتخدم والطفل نايم جوه وتكون هي نايمة نص الليل والطفل صاحي الدية شلوت تقوم تقول في وجع بعجاه المعلم ده جوه سخن وكله ديل كله الطفل ده الله حيفزه جوه بطنمه صحي ولا ما صح الله حيفزه ماركة بره يعني وجوه في موية ها ها يعني هاسي تا الليلة ايتا شاب وجوي لو دخلوك جوه موية ساعة بتغرق صح ولا ما صح بتموت يعني اللي دخلوك في موية ساعة ما ما كنت قوي ونفسك ما بتتمها ذاته بتموت والطفل ده جوه موية ما غيرق ليه ومويته عكرانة ذاته ما الموية العادية وكان كملت الدكاثرة يقول لك هوي مويته كملت بنسلخ بعد ده مرقوه سريع بعملية وما غيرق جوه الحافظه منه حافظه الله سبحانه وته وبعد يمروك برا ما بيرضع في الاصبع ولا في الكراع بيعرف محل معين بيرضع فيها العلم ومنه وما بتقدر تتفاهم معه والطفل ما بتقدر تشيله تلوليه ودعين الدفارات دي قال كمان قال لولا ما بتقدر تتفاهم معه وبعد ده شنو الله حافظه انت بعد مرقو الله حافظه لك اداك له تبشي دعلك فيه كمون تقول بيحفظه يا غ ما في كمون بيحفظ يا ناس الله قال في القرآن قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه والله ما في آية أوضح منه ما في آية أصلا أوضح من الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه يا ما دعلي لك حجاب بتاع سكين حجاب بتاع مطوة حجاب بتاع طلق حجاب بتاع ديلك فيهم درمان جوا في الكبري اشتغلوا دبابات لمهم فيهم جماعة ذيلك رسلونا بطيرة وبيجاي مه الجيش وبيجاي وين وإجتبكو بإجاعي ناس ماتو بإجاعي ناس ماتو من الناس الماتوا واحدين معلمولقين صبايط صبايط زي Cause شو بتاع قيلو الموز بتاعت حجبات صبايط بتاعة حجبات وميته ماته الغريبة ده بكون ميت ملان رصاص بحجباته دي في نصه ميت داك بيجي بيقطع الحجبات بيلبسه يعني انت ده انا ما عارف زاته مركز وده ميت جمك ولك اجل وما تمه واجل وما تمه انا حجابك ده قاعد سايا ها مضاد ها عجيم الله يجزيكم فاذي كلها جماعة انا والله يكلمني واحد في كافوري عقيد اسمه محمد يوسف عقيد جيد اتكلمت قلت يا جماعة ما في حجاب بنفع وما في شيخ تنادوه من عمل صالحا فلي نفسي وكلامنا ده ما انا بس صالح ده لي نفسه ومن اسافى علي وخلوا حجدتكم في الله والزول يكون مع الله بس ما يشتغل بيزول ولا فلان ولا علان ولا يقول ماسك في فلان ولا في عمك كبير قال لي اوهي انتو الدين الجديد ده شنو قلت له اخدي اعيات الاعيات الجديدة اشيغل له اعيات واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له ويجبت له الاعيات قال لي والله الحجاب ده تلبسه والله اطلق ده تنفضة كذبة قلت له مع شغل الشياطين مش بتنفضة كذبة اقرأ اي تالكرسي وتدور الشغل ده شوف تاني منفضة اقرأ اي تالكرسي بس شو مع الشياطين اقرأ اي تالكرسي وسمي الله الزن ولا سمي الله شو الشغل ده ما يمش قام العقيد ده اسم محمد يوسف قال لي والله يا حاج فلان ده البناغش فيني قال لي والله ان احنا مشينا عمليات انا ومعاي عقيد تاني وان احنا قاد قدنا الجماعة الجنود وكذي قال لي داك ملان حجبات وانا ولاف حجاب بس معتمد علي الله بس سبحان وتعالى قال اول ضربة بدت زولدة انترم فيها ابو حجاب اول ضربة قال الزلدة وقع ميت طوال وانا قاعد قال ضفريم اتقلع وما لابس حجاب وده بحجاب اصلا جماعة بالراحة بالمنطقة لو في حجبات الرسول عليه الصلاة والسلام بيخلي اصحابه يلبسوا الدروع وهو يلبس الدرع ويخشوا المعركة وشاهلين سيوف وتروس باجاه يصدوا بها السيوف وغير من الاشياء ويخلي اصحابه يكتلون اصلا كان فيها حجبات مش كان لبسوا حجبات كان قال لهم تعالوا وانشين المعرك ايه بديكم حجاب زي واحد قال لبسوا حجاب قال حجاب بتاعي اختفه يعني تلبسوا تختفي قال تلبس الحجاب قال ات بعد دب تختفي ما بشوفوك وكيضي بسايت او منجري وتختفي كيف قال الزل لبس الحجاب وماشى السوق بقى يشاغل في البنات يا بيت قال الجماعة جروا حكاكيس يا ذول ما لكم هوي اتو شايفيني قال لهون ما اصطو شايفينك ات مجرم وفي قرآن بخليك تمشي تشاغل البنات كل لغبة تساي ولغوصة وبلاوي والله يا جماعة ارجى المخلوق على وجه الارض الزول الموحد شفت العقيدة صحيحة ولو كان عنده معاصي تلقى بايه سفته يدفوله كيف ولك اوهي الله بس دانا بتكيف منه جدا والله زي واحد فنان قالوا ليه ما تمدح لينا ومديح كله لغبة يا ساسين ازام رب القوم لطاهة اسى رجال ميمي ميمي دانا عارفه ومدحة ثانية اسميته قال دخل بال والله المدحة دي كده قال دخل بالياء طلع كي كي ازمع المدحة دي قال دخل بالياء طلع كي كي ما هو الفجل ما هو البامبي هزي دي مدحة ولا ملجة براها تاني ركبت بس شغلوا مدحة برضو قال سار الليل للقرض قرش يعني يقول لك انت عشان تبقى ولي تاكل قرض والرسول ما اكل قرض صلى الله وعيزه ما بنعارف فيها حديث انه اكل قرض ولو اكلوا ما زووا وجبة له رسول كان يحب الذراع والرسول كان يحب الحلوى والعسل في صيحة البخاري عن عائشة رضي الله وعنى قال سار الليل للقرض قرش ما هو الحبوب ما هو الاغبش عنده حصانة ما بتفتش كان ربط العالية بتحرك تش انت فاهم شاذي غير الكهرباء دي فاهم شي كله لغوة سزاي وهو ده الفنان قال له يا اخمد غني لي ما تمدح لينا وكذي وهناي واحد من الفنانين ماذا رذكر اسمه قال لون هوي لعب اسم الدين ما دايرون خلوني في غناي دا الله يتوب علي فاس قال لوني لبنات ديل وكذي الله يتوب علي ويهديني لكن لعب الدين انا ما دايرو لانو المذايح دي علقوا الناس بغير الله سبحانه وتعالى ما يقول لك الشيخ يا جماعة بيدي الجنة كيف يدي جنة كيف الزول يدي جنة والله سبحانه وتعالى يتحدى البشر كلهم يتحداون يقول يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله هل بتنادون من دون الله سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا خلي بشر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله عق قدره ان الله لقوي عزيز لما يا جماعة الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول نحن خلقناكم قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون انتم ما بتصدقون قال لهم الله سبحانه وتعالى قال لهم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون كلام واضح ذاته ما بتكتر تشرحه مرات أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه الجند اطل بتخلقوه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الجند البددم الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ده الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن ما بنقول ما في شيوخ ولا بنقول ما في أولياء ولا بنقول ما في صالحين لكن بنسأل سؤالين بنقول من هو الرجل الصالح بنقول في صالحين لكن من هو الصالح الصالح عنده صفتين السيدة لو دار تبقى صالح بتبقى صالح عنده صفتين صفتان يكون مؤمن عقيت في الله تمام ويكون تقي تقي الصلاة الأزان أزان بمشي الجامع بقى القرآن باستغفر بسبح ببر الوالدين بغد بصر من الحرام تلقاه تقي تقي بعمل الطاعة واجتنب المعصي ده الولي في القرآن والدليل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون ده الولي السؤال الثاني بنقول الولي ده صلاح ليه نفسه ولا ليه غيره إنت لما تقول أنا شيخي ده ولي وتعتر تناديه شغلك ده باطل وشرك ليه؟ لأنه الصالح ده ليه نفسه قال تعالى في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى شوف قال شنو ألا تزر وازرة وزر أخرى واحد اتنين وأن ليس للإنسان إلا شنو إلا ما سعى ما سعى هو مشس عليه فلان لأنه قال لك في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا شنو صالحين قال لك صالحين عذيل فخانتا هما في الدين يعني فلم يغنيا عنهما من الله شيئا يعني الأنبيا ديالبي صلاح ما أغن عن شنو عن زوجات من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين والله سبحانه وتعالى لما نزل في القرآن في سورة الشعر قال وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت الآية دي في صيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله ونادى فيهم وعم وخص عم وخص بعدين لحد ما قال شنو قال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا آل عقيل إلى أن قال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا قال الكلام واضح كيف قال لا سليني من مالي ما شئتي ذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنك من الله شيئا فإذا قلت له أنا ماسك في شيخ فلان والمشكلة ما بيخجل لا تزل والله تعالى historia بالمشكلة القوم منه فالفقرة الفقر يأتون أقول لك ناس فلان وناس فلان أنت عندك فيون شك لا لا عندي فيون شك عندي يقين أنه ما عنده شيئا أصل ما في شك فيه يقين أنه ما عنده ني شيئا والدليل علي أنه ما عنده شيئ الله سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الامر شي والله جل وعلا قال يوم لا تملك نفس لنفس شنو شيء قال القرآن واضح والامر يومئذ لله غشون قال له انا احنا البمسك فينا انا احنا البمسك فينا في الدنيا دي اموره بتمش وفي الاخرى بعدين بينجو قال يوم القلوب الكزم ابو قرومبي جيش وتنظم قال بعدين بدوك نوبة والجماعة بتلموا في القيامة داري سوي في القيامة داري دوك نوبة والقيامة فيها نوبة النوبة دي من جلد والجلد برجع للبهيمة يعني يوم القيامة النوب تكديب تكون خجبة زي تدكدك بر زي ما في شيء وبعدين لو دكدكت يوم القيامة في دكدكة والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وخشعت الأصوات للرحمن ده يوم القيامة فلا تسمعوا إلا همسا والله سبحانه وتعالى قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ملائكة ما بيتكلموا إلا بعد الإذن يتأيض يقول لي فلان يتأيض يزعاج ودكدك وكتل تل 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 هناك وكشلو كشلو ما فيناك بعدين وبعدين يجيزوا البجر من التانين قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه يعني زول هذا أبوه وده أخوه ودي أمه ودي زوجته وده ولده ده الجد بيجر منهم ليه؟ حشان ما يديهم حسنه زول هدي أمه تقول يا ولدي دي جهنم وأنا ربيتك في الدنيا يقول لا ربيتني يا ولدي الدين حسن بس أن جباء من عذاب الله سبحانه وتعالى بيجر منه أمه يا ناس أمه زول من أمه بيجر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الزوجة والولد بيجر منهم ده بقيف للدرويش دي حسنات يقول لي كنت بتشيل الإبريك في الدنيا كنت بتغسل الكوريين وتشرب مويت الوضو وتجيب المهيوبة تشتغل بالكوريك هاك دي عشرين حسنا بقيف لك هذه وقال لك لكل مرء منهم يومئذين شأنه يغنيه شأنه يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما فاضي له أي زول همه نفسه والله وغشه الناس خدعوك يتا ما يجعب خبر كيف خدعوك زول بتمشله ولك ده بأكل المساكين ويتم ما بتأكلوا زول تأكلوا براكم تأكلوا براكم بأكل المساكين بأكلهم من وين الزول ده بأكلهم من وين كذي براح وما بذول عاقل بأكل براهم وبخيل يكون ده أصلا عنده نفسه فيناة المطاف في الإيمان وفي كذا وكذا وكذا دي صفة زميمة لكن يقول لك الزول ده بأكل الكسرة والزول ده بأكل متين نفر والزول ده بزوج للأيام والزول من وين الدفار يوم الحصاد يملوه هوك الفكيد دو حقه قال شنو أبعري زول بيجي بدفع بياض خمسين جنيه بياض تحت المخد خمسين جنيه في دعا بقروش الدعا ده لي الله بقروش وكان بقروش الدعا بخمسين والفنان انت بتاخد شلبية مية يغني ليك وكذب ليك زاي وووك وكذب وغني ليك وليه بشو وناي ورحل وما بعارف وسوه وكذا وشفت القمر سرحاني تو ما زر حصله جايبينه بيجايب بيجايب ولا بيج ما فهمه كل لخبطة زاي ده بتدفع لك روش الله بتدفع لك روش تدعوها بتدفع لك روش الفكيرها قد تحت المخد ده عصروا لخمسين ويديون عصيدة حامضة ناشفة بالكوريك راسمالة ثلاثة جنيه قال الفكير تفاهم في سبعة وربعين جنيه لغفا منه وبعد ده يشكروا فيه قدانا وعملينا وأكلنا وشرمن نخدم طيب فده ده كلها جماعة موضوع طويل ونحن والله ما جينا ننبز ولا نشتم ولا كلام ده نبز قلنا لو قلنا للناس خلوا شيوخكم شيوخكم دين خلون وأمسكوا في شيوخنا اللي ازعلوا صح ولا ما صح خلوا شيوخكم ونادوا شيوخنا ازعلوا الناس لكن من قلهم خلوا شيوخكم وخلوا شيوخنا ونادوا الله بس الله ذا الكريم نتوجه لي براو العنده قربة يلجأ لي الله ما يلجأ لي شيوخ والعنده مصيبة يلجأ لي الله سبحانه وتعالى ويشكو إلى الله ويتضرع لربه سبحانه وتعالى ما يعلق حجاب ما يسف لتراب يا أخ يمش جم قبة يسف في التراب وفي بيازاك سايب سوى لك حصوه ما في التراب يسفوه وما تطوف لك بقبة الله قاله وليتطوفوا بالبيت العتيق هناك مكة هناك بس الطواف ما في الطواف تطوف لك بقبة والحقنا والقبة ذاتة مكفولة القبة ذاتة عندها باب وترباس وطبلة يعني الفكيدة لو حي إلا يجوا يفتحوا لأول شي مطبول جواه تفاهم كلامي هو مطبول ذاته الفكيد ذاته مطبول بطبلة يلحق كيف ويفزح كيف وكلام طويل جدا وما في حاجة في الدين يسيما نوبات ما في الدين جيب دليل فيها ما في قالوا الله قالوا وانيبوا إلى ربكم انيبوا يعني أرجعوا مش دقوا النوبة كلام زي ما في دليل عليها ما في كشاكيش في الدين تلبس مرقع وشايل إبريك ومفلفلة وتقول ده من الدين ده ما من الدين في شي والله الذي لا إلى غيره ما في حاجة في الدين تجربة جايك هل فيه ولا لوب وهنا ما في سبح واستغفر وصلي في المسجد بير والديك واحسن للجيران وتوجه إلى الله تعلق بالله وحده لا شريك لا كن على العقيدة الصحيحة والتوحيد وكلمة خيرة أنا أختم بها ما يصدوق عن الحق الزهل العاقل ما يصدوق عن الحق والزهل العاقل بيقبل الحق ولو من العدو الزهل البيجيك وحريص على إهدايتك ودار لك الخير ما ترد بسبب إنه تتابع لناس فلان ما دام قال الحق بها دلته نحن هنا نقول اطلب العلم من المبتدع حرام لكن الزهل قال الحق يقبل ولو كان يهودي لأنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لمن اليهودي وجال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يضع الله عندنا في الكتاب يضع الله الأرض في أصبع والشجر في أصبع والماء في أصبع وكذا الجبال في أصبع إلى أن قال ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون قال قال ابن مسعود فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه وتل الآية يعني قال الكلام اليهودي ده في النقطة دي صاح وتل الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إذا هذا يهودي قال لك الحق أكبر إذا يهودي وما تمنع زول من الدين الله بيسألك وأي زول منع زول من الدين في مسجد ولا في مجمع بتعناس عاد الدين لا وعاد الهدين لا والله الذي رفع السماء الله بزله عاجلا غير آجل شفت ده قبل الموت بيتألم بيلقى قدام واحد في كسلة قدر ما يجو يسوه نصيحة يكفي للماكرافون طاق ايجي زول يتكلم بالآيات ايجي زول دار يتكلم بالآيات ايجي زول يتعارف مات كيف والله واحد من كسلة بحق الكرة قال الله بتلاو في البول يتقفل قدر ما يجي يبول يكورك ماف جزاء وفاقة بيكفل دين الله سبحانه وتعالى والله قال لك ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خراب اتقال الخراب تكسره بس خراب ده تمنع الدين فيها نساوين يا اخ في البيوت ليه المرة العجوز يا اخ مرة في في يسيما شنود جهة الدويم النيل الابيض واحد يوم داك بتكلم من اخواننا قال المرة قريبته عجوزة في النيل الابيض قال راك دا واستحضرت خلاص ظهر عليه علامة الموت جبهة تشدت والنخرى بدت تميل والعيون شخصت والسواد مشى داري بقى بياض وخلاص وكرعية شدت وتشمطت علامة الموت روحها مارقة قال الناس واكفين جا مراسة قولا يا حجة فلانة تمانينات عمرها قولي لا الى الى الله بدكورك يا المكاشفي يا مرا قولي لا الى الله المكاشفي يا مرا لا الى الله كاموت تعالى حسن خاتم المكاشفي لما ماتت ويا ابو طلحة ويا فلان لما ماتت لما ماتت دي قابل الله بعقيدة زيدي يا غزول في الموت دا بيسألوه حتى اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم هناك في لحظات الموت في اللحظة الاخيرة قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله ويننا البتنادون في الشدايض قالوا ضلوا عنا راحوا كلهم شاكي يتوكل على الله واعتمد على الله وناصر الدين دا الدين دا ناصر والله الله بيرحمك انا امس اتكيفتا جدا في الحاج يوسف ما شهد قفتا في مسجد قام واحد هاج ويقف كورك قال هوي دا مسجد صوفية ماتوا يتكلموا لينا هنا قلت لازمة وشي البلد دي لخبتة غير صوفية وانصار سنة وجماعات ولخبتة شنو خليق على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ما تبقوا في اي جماعة وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل لا تبقوا قادري لا تجاني لا زماني لا غيره خليق على الاسلام في القبر بيسألوك ما دينك ما دينك تقدر تقول انا كنت صوفي ولا دينك ما دينك تقول الاسلام تقول الاسلام قال كيفني الزولة هاج وقال جاني قدام وشاب داري ضارب وداري يسوي جوطة ما بتتكلم هوك الجامع كله كله الا الامام مين اول ولي اخره هاجوا في الزولة هو الزولة قال له دو بيطل الزولة يلا يتكلم اللينا وناس عمال وناس فيه واحدين مكانيكية واحدين حدادين في منطقة الكلام ده منطقة صناعية في الحاج يوسف والله الذي يلاه لا غيره هاجوا كلهن قال له الزولة دين ده النس معنى لما الزول مرق واصلنا النصيحة وتميناه وجاوبنا السؤال الله يتقبل ومرقنا ناصر الدين ده ما تبقى زول بارد لانه الليلة لو زول جاء نازحك في بيتك بتشاكله وتجور حكازك وسكينك وتفتح بلاغ قول لازول ده بيتي هدي شهادة بحث ده بتجي نازح ساي الزول لما نجي يتسوي نصيحة في الجامع ناسي منحو أقيفه طوال قول لازول وي ده ما دي وانك يا زول ده ما مكتوب منزل فلان ده بيت الله والله أذن قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يؤصل للباطل بالميكرافونات والحق المبني على الأدلة والآيات والحاديث والتوحيد والسنة يمنع ده بيجيب غضب الله سبحانه وتعالى والله لو غضب يأتانوا الشرجة والكلام يطول ونحن والله سعيدين جدا كون نلقينا من الناس الإكرام وحسن الاستماع من الكبار والصغار والانشراح حتى التركيز ناس مركزة جزاو الله خير والناس استقبلون والله خير استقبال ونحن من هنا ابن ميش والله إن شاء الله منشرحين كامل الانشراح أسأل الله يتقبل من الجميع ودي مناسبة طيبة وإن شاء الله ما تكون أول مناسبة وآخر مناسبة بإن أخياته يعمل متبرعين لو أكبر شفت زي ما بقوله أكبر شاب هو أصغر شاب عنده منازل تصل بينه بنجيك مجاني زاي زولك نصيحة والناس يستفيد إن شاء الله إذا الله يتقبل من الجميع جزاكم الله خيرا على حسين استماع وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا ترجمة نانسي قنقر